ضمن اللقطات برضو اللي ما تتنسيش في 2006 مثلاً لقطة النهائي من لعب كودفور واما جيت كرة جيالي في الثمنتاشر وداخل اللعيب فيا يعني مش حايزة أقول جامد هي يا ما فياش حاجة خالص يعني الرجل دخل خد الكرة فطبعاً أنا ايه قمت ضرب شقلباز برضو كده ومزودة فطبعاً أنا اتفاجئت حاكم مسفر مش عارف ده مسفر ايه مش في دماغي انه مسفر ضربة جزاب فالراجل سفر ضربة جزاء فأنا بقى قمت زايت وفضلت قاعد بقى في الأرض ومسك رجلي طبعاً مبدئياً عايزة أقولك اني مفيش لعيف في كودفور وأنا واقع في الأرض وعمليني اعترضوا على الحكم مدنيش بالشلوت وأنا يعد ميتين مني يعني ميتين إزاي وما مش شايفين ما فياش حاجة وهي قريدي فعلاً ما فياش حاجة فأنا قلت لا أنا أجري بسرعة وأطلع ايه خليني على الخط أحسن بقى أطلع برة عشان أبعد على الناس دي طبعاً مبدئياً عايزة أقولك أول ما وصلت على الخط برة الجهاز الاحتياطي بتوع كودفور وتلقيت بقى برة على الخط قدام بتوع كودفور كلهم أمو طلعين مكملين علي لحد بقى ما أنا وقفت خلاص وعايزة أنزل ملعب تاني فأنا بقى نازل بقى لقيت دروكبة جاي ضرب على هاز برينت كده من الملعب وأنا برة هو لسه هنزل وفضل بس يعني جيه لحد ما يوقف وش في وش كده لأ هو مش وش في وش كده هو كان كده يعني لأنه هو دروكبة لو تشوفه على الحقيقة حاجة ما شاء الله جسمه يعني يخوف فده جايز برينت عني يخوف عما لقول يا رب ما يضرب يا رب ما يضرب لأنه لو وداني قلم حيموتني في مكاني فدي برضو موقف أن إنت تحسيب لك بلن وإنت تفتكر والناس تفعصك وبتاعه وبعد كده يضيع بس كانت بطولة جميلة جداً جداً ترجمة نانسي قنقر